انا واحد من الناس اللي بتعجبني او اللعبة الحلوة ما عنديش غضادة ابدا اعترف باللعبة الحلوة ايا كان من لعبها وفي الحقيقة الاعلام المصري دلوقتي بيلعب واحدة من اجمل اللعبات اللي لعبها خلال العشر سنين اللي فاتهم في الوقت اللي المواطن بيصوت بسبب زيادة الاسعار والتضخم ومشاكل في الدواء وازمات في التعليم وتهجير المواطنين والحرية اللي معادش موجودة فقامل اعلام المصري قالك طب ما تيجي نعيد توزيع الكوتشينة تاني ونقل بالطربيزة على الكل لان للأسف الشماعات القديمة ما عادش بتاكل مع المواطن شماعة اللاجئين الشماعة دي ما عادش بيصدقها المواطن قوي خصوصا ان احنا عندنا قانون متهندس ومتلزق وتم اقراره في البرلمان خلال كم ساعة قبل كم يوم شماعة فورة يناير مش شغالة فزاعت الحرب في غزة ما بتجيبش مع الناس مشكلة الحرب في اوكرانيا ما عادش بتاكل الحاجات دي ما عادش اكل قوي مع المواطن المصري فقالك طب ما تيجي نعمل هاجمة مرتدة وده بقى اللي حاصل في البلد على مدارة 3 اربعة ايام اللي فاته ومرة واحدة وفي صوت واحد كل الاعلاميين اللي بيطلوا كل يوم على حضراتكو بيكلموكوا قال ايه عن عودة الاخوان لو يا مواطن يعني من الاخر هتصبر على الديون وزيادة الاسعار ولا هجيب لك الاخوان هتستحمل الفشل الاقتصادي والمشاريع اللي كل يوم بتبوز ويسبت فشالها وفسادها ولا هجيب لك برجل مسلوخة من قدام الباب هتستحمل معانا اللي احنا ماشيين فيه وتغرز معانا اكتر ما احنا بنغرز وتلبس معانا في الحيطة لحد من عد النحل التانية ولا هجيب لك البعب عم مبارة تابع كده الاعلام على مدارة 3 اربعة ايام اللي فاته سيبك من قوائم العافو ده مجرد قرار سوري وسيبك من المكلامة اللي حصلت الموضوع وما فيه ان الاعلام قرر او القائمين على الاعلام قرروا يستدعوا فزاعة وشماعة الاخوان تاني عشان نرجع هب دابل كيك لقبل عشر سنين تلتاشر سنة الفين و تلتاشر تاني وكأن شيئا لم يكن وقالك بس بقى تعالى نعيد توزيع الورق تاني يا باشا ما انت اللي بتوزع الورق بقالك عشر سنين ما انت اللي غرقتنا في الديون وانت اللي زودت التدخم وزودت الاسعار وواسط التعليم والصحة وخليت سمعتنا بره زي الزفت قالك لا والله هتستحمل معايا ولا جيبلك الاخوان ها ها هافتح البابا جيبلك ها ها ده اللي بيقولون برح على مدار التلات اربعة ايام وخلاص بقى لعد حديس عن اقتصاد ولا حديس عن صندوق النقد اللي مديننا وشوية هنبيع ملابسنا الداخلية ولا حديس عن التدخم وزيادة الاسعار وخلاص نسينا بتوع الورق وبتوع مسبيره ونسينا الناس اللي يعاني سابت بيوتها ونايمة في الشارع ولا حد يكلمني عن غزة ولا المعبر ولا سد النهضة ولا السودان ولا ليبيا ولا شفوق ولا تحدة ولا سيناء لا 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 في ايه ده احنا عندنا اخوان عايزين يرجعوا اسكت يا مواطن حط في بطنك او حط في بقك مش عارف ايه وإلا هجيب لك الاخوان وانتو كمان يا مجتمع دولي هتصهينوا على موضوع حقوق الانسان والمعتقلين والضرب في المليان ولا جيب لكو الاخوان اللي انتو بتخافوا منهم وانت يا اسرائيل هتوقف معانا ولا نجيب لك الاخوان اللي كان بيقول لم نترك غزة وحدها وانت يا خليج هتبعت لنا شوية فلوس ودولارات ولا هنجيب لك الاخوان اللي انت بتخاف منهم لا حديث في ام الدنيا واعلام وكتايب الكترونية الا عن عودة الاخوان اخوان نفسهم مش عارفين ايه اللي بيحصل لا حد قالهم تعالوا ولا في بشاير عودة ولا في اي حاجة تقول ان هم هيرجعوا الا لعبة حشان كده بقولك انا بحب اللعبة الحلوة لعبة الحلوة اللي بيلعبها الاعلام المصري ضد المواطن المصري هجمة المرتدة اللي بيقودها النظام واعلامه ضد المواطن المصري الحركة اللي حصلت اليومين اللي فاته دول بيقولك ان الاعلام او الدولة او النظام لا نية لديهم لحل مشاكل المواطن نرجع تاني نجيب الفزاعة نعمل عدو ضخم جبل من الحلاوة وبعد كده في النهاية هناكله زي ما كانوا بيعملوا زمان اله من العجوة واذا جاع حط الاله في بطنه عشان يعني يوقف الجوع اللي عايش فيه احنا بيكم ايوها الشعب الجميل في البلد الجميل واللعبة الجميلة اللي قلتلكوا عليها في البداية اللي بيلعبها الاعلام لكن للأسف ضد المواطن الغالبان اشتركوا في القناة